بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الأولى استخدام بيانات التكاليف في اتخاذ القرارات حنستكمل المثال السابق اللي هو مثال على دمج قرار المفضلة بين الشراء والصنعة مع قرار المفضلة بين التكنولوجيات البديلة في حل السابق كل اللي عملناه وصلنا إلى التكلفة المتغيرة والسبتة لكل بديل بطريقة الحدين الأعلى والأدنى بعد ذلك حنكون دوال التكاليف على النحو التالي هذا للتكاليف الشراء 13 سين حيث سين حجم النشاط أو عدد الوحدة 13 دي ليه كان سعر شراء الواحدة الوحدة في سين هذا للتكاليف الصنع الأولى لأنه عن طريقتين للصنع في الصنع الأولى التانية الصنع في الطريقة الأولى كنا حسبنا التكاليف السابقة بتأتها دي كانت السابقة 3000 والمتغيرة للواحدة كنا حسبناها عشرة دي اللي حسبناه من المطلوب اللي فات يبقى دلت التكاليف هنا سابتة زائد المتغيرة في يبقى 3000 زائد العشرة مضروبة في سين اللي هي حجم النشاط أو عدد الوحدات طيب دلت تكاليف الصنع التانية كنا حددنا التكاليف السابتة 16800 والمتغيرة الوحدة 8 يبقى 16800 زائد 8 سين عند تقاطع دلت تكاليف شراء مع دلت تكاليف الصنع الأولى نبدأ ناخد عملية ايه؟ كل دلة مع دلة دلت تكاليف الشراء مع دلت تكاليف الصنع الأولى يبقى دلت تكاليف الشراء كانت 13 سين ودلت تكاليف الصنع الأولى كان 3000 زائد العشرة سين ننقل السنات في طرف والأرقام في طرف يبقى 13 سين ناقص 10 سين 10 سين هنا كانت بالمجف في الطرف ده اتنقلت هنا بالسالب تساوي 3000 الفارب ان 13 ناصل 10 بثلاثة سين ساوي 3000 ومنها سين أقسم 3000 على 3 تطلع 1000 واحدة دي تقاطع مين؟ دلت شراء مع دلت تكاليف الصنع الأولى عند تقاطع دلت تكاليف الشراء أيضاً بس مع دلت تكاليف الصنع الثانية يبقى نجيبي الدلتين ونساوهم ببعا 13 سين ليه دلت الشراء أتساوي 16800 زائد 8 سين دي كدلت الصنع الثانية وأبدأ أنقل برضو السينات في طرف يبقى 13 سين ناقص 8 سين اللي هيكات هنا بالمجف تروح هنا بالسالب تساوي 16800 يبقى الفارب بين 13 ناقص 8 يبقى 5 سين ساوي 16800 ومنها سين ساوي 16800 على 5 تطلع 3360 يبقى مرة دلت تكاليف الصنع الأولى ثم الثانية البقى نأخذ الصنع الأولى مع الصنع الثانية يبقى عند تقاطع دلت تكاليف الصنع الأولى مع دلت تكاليف الصنع الثانية أدي دلت تكاليف الصنع الأولى كانت 3000 زائد عشر سين أسويها بدلة الصنع التانية اللي هي كانت 16800 زائد 8 سين ننقل السينات في طرف والأرقام في طرف يبقى دي كانت 8 سين بالموجب تروح هنا بالسالب ودي كانت 3000 بالموجب تروح هنا بالسالب وصف الأرقام يبقى 10 ناقص 8 بـ 2 سين تساوي 16800 ناقص 3000 بـ 13800 يبقى منها بقى سين تساوي كام أقسم 13800 على 2 تطلع 6900 وحدة ويتم عرض المعلومات دي في الشكل التالي الرسم البياني المحور الأفق المستوى النشاط والرأسي التكاليف نبدأ نرسم دلة الصنع الأولى 3000 بداية التكاليف السابتة يبقى 3000 زائد 10 سين دلة الصنع التانية بتبقى السابتة بتطلع فوه شوية بس بتمشي بميل أقل لأن هنا عندها تكلفة لمطيرة أقل هنا المتاركة 10 للوحدة هنا 8 للوحدة يبقى كانت عالية في السابتة لكنها بتبدأ بعدها تنخفض منها أقل دلة الشراء تبدأ من نقطة الصفر اللي هي كانت 13 سين وابدأ عند التقاطع الأولاني هنا كان تقاطع دلة الشراء هيا بالأحمر مع دلة الصنع اللي هي الأولى اللي هي كانت باللغدر عند الألف وعند تقاطع دلة الشراء مع دلة الصنع التانية اللي هو الخط الأحمر مع الأزراء أنت تقاطع دلتين الصنع اللي أغدر مع الأزراء وحسبنا الأرقام دي من الدوال اللي فاتت طب بعد كده هنلاقي في المدى من صفر من صفر لحد ألف وحدة يفضل الشراء طب في المنطقة دي نفضل الشراء ليه؟ لأن خط الشراء هو أقل تكلفة هنأخذ الأقل تكلفة طيب ما بين ألف لو عدد وحدات من ألف لحد ستة تسعمية في المنطقة دي كلها يفضل مين دص كده؟ هتلاقي الصنع الأولى الخط الأخضر هو ده الأقل اللي أحمر والليه؟ واللازراء أعلى منه احنا بناخد التكلفة الأقل طب لو زاد عن كده أكتر من ستة تسعمية يفضل التصنع بالبديل اللي هي؟ التاني بديل التاني هو اللي هي؟ اللازراء ده هو اللي هي الأقل هو الأقل نفس الشرح اللي أنا قلته حالا دلوقتي هو اللي موجود في الشريحة اللي بعد كده من الرسم نجد أن عند مستوى النشاط أقل من ألف وحدة تكون تكاليف الشراء أقل وبالتالي يفضل اتخاذ القرار بالشراء وعند مستوى النشاط ما بين ألف وحدة وستة تسعمية وحدة تكون التكاليف الكلية أقل في ضوء بديل التصنيع الأول وبالتالي يفضل اتخاذ القرار بالتصنيع بالبديل الأول وعند مستوى النشاط أكبر من ستة تسعمية وحدة تكون التكاليف الكلية أقل في ضوء بديل التصنيع الثاني وبالتالي يفضل اتخاذ القرار بالتصنيع بالبدين الثاني